حركة عسين براير تنظيم هذه الندوة الصحفية أساساً لشرح موقع الحركة من الانتخابات الشرعية حركة عسين براير كما كعرقو متسبعين أنا ما بعد مقاطعتنا للصور ممنوح الموقف ديالنا هو مقاطعة الانتخابات واللي غنصرحوه في هاد ندوة الندوة غتكون بلا ما نطولوا عليكم على الشكل التالي سيكون أولاً عرض فيه عنوان لماذا نقاطع فيه تدقيق المفصل لموقع الحركة من الانتخابات من بعد هاد العرض انقرأه ما يسمى بالنداء 23 نومبر هو نداء اللي هيتقراريكم من بعد ثم سنعلن على الأشكال الاحتجاجية القادمة في المجموعات من الانتخابات والانتخابات والانتخابات من الانتخابات والانتخابات لما نطولوا عليكم هذا هو البرنامج ديالنا ظرر على panels المجمعات Univers 잠 �игрين وسين جوجد إلى الأكتث والisia الحدث المتحدة من العقول للمنavait أنك السالم يت焦 assistance يبقى mengمر تzetه مفاس ons الملاحظ الحmb Rawit المنظمiy على الأسان تحب المزيد منواً مخاباته وليص cens Odyssey م Istخراًن حسناً بحث أن مرحباً على الشباب بحث أن نشعر بحث أن نحن مرحباً على الشباب سواء الوطنية ولا الدولية وكذلك الملحقين بتباعي للصفارات أولاً أن الدول الصحفية تجيب السياق كيف تتعرفوا التعتيم الإعلامي على مواقف الحركة وعلى منحة تعبير إعلام العمومي المغربي باعتبار الإعلام العمومي وتتمول من فلوس الشعب ورغم ذلك كصوت وكوة معارضة تنتمنعون أننا نعبروا على مواقفنا وهي جزء من معاناة الشعب التي تنقلوها بأشكالنا ومواقفنا ونضالتنا الاحتجاجية سوف نمر بشكل مباشر لعرضنا حول لماذا نقاطع انتخابات تسريعية المزمع تنظيمها في 25 نوانبير أولاً كيف تعرف الجميع أن بعد خروج شباب حركة 20 فراير بشكل سلمي وحضاري في 20 فراير للتعبير على مجموعة من المطالب السياسية والجتمعية عشرين يوم بعد ذلك يأتي الخطاب الملكي من سعود مارس ليطرحها بشكل غير ديمقراطي تعديلات دستورية باعتبار أن الأليات ديال طرح تعديلات دستورية أو إعادة أو نقاش في وثيقة أسمى لمؤسسة الدولة ككل لم يحترم المنهاجية الديمقراطية المتعرفة عليها دولياً في القانون الدستوري لتواصل إحتجاج القمع مباشرة الملكي تخطب تسعود مارس تتعرضوا رفاق ديالة المسيقية دار بيضاء القمع بشكل هاماجي وخطير تتبعتوا الصور وفيديو على مستوى واسع كذلك كيفما تخطب كرت اللجناء اللي عينها الملك بسيغة فوقية لم تحترم لا الأراء ولا المواقف ديال القوى الديمقراطية الموجودة نعدمت فيها كذلك الشاففية باعتبار أنه حتى ما كان يدور كان مبهم وما كانش غاب عليه النقاش العمومي الحقيقي حملات الاستفتاء اللي مر فيها الدستور غياب النقاش العمومي ما كانش نقاش عمومي ديال الواثقة اللي هي أهم واثقة في أي دولة دولة باعتبار الواثقة الإسمال تتقصص تعاقد بالحاكم والمحكوم استغلال الحق الديني هنا في الدعاية للدستور وتجيش ديال الزوايا والمساجد من أجل تصويت بنعم كذلك الدولة لم تحترم الحياذ وداعت عبر الإعلام العمومي وعبر المجموعة من المؤسس العمومي لتصويت بنعم كذلك البلطجة الحملة ديال الدستور عرفات واحد العملية ديال أن المخزن لم أصبح يستعمل البلطجة وتسخير مجموعة من الناس من أجل الاعتداء على مناضل الحركة من أجل تشويه من أجل تعرض المناضلين للحركة في الأزيقة في الشوارع من أجل الاعتداء عليهم الاعتداء كين مادي وكين معلاوي وكين مجموعة من الحالات سجلات بعد صدد كين الحرب الإعلامية كذلك الإعلام العمومي كيف تعرفوا أننا في المغرب لا نحن إعلام خاصة لأننا تحدثت على التلفازة بالخصوص الإعلام العمومي تسخر لتشويه صورة الحركة وعلى النشاطات وهذه الحرب الإعلامية كانت فيها مجموعة من الاتهامات تهمونا بأننا مثليين جنسيين تهمونا بأننا ننتمي إلا البوليزاريو تهمونا بأننا إسلاميين متطرفين تهمونا بمجموعة من الاتهامات والذي كان المحرك ديال الأساسي هو المخزن الأرقام ديال الدستور كانت أرقام خيالية تذكر هنا بالعادة الحسن الثانية والديمقراطية ديال الأربعة التسعات وبالتالي كانت نفس الحصيلة تماما على مستور واشقة الدستورية التي تقدمت في نظرنا لم تأتي الجديد باعتبار أن أليتين المعجمدتين في الحكم على أي دستور واش ديمقراطي ولا غير ديمقراطي الألية الأولى هو عدم تحقيق فصل الصراط باعتبار أن المؤسسة الملكية لا زالت متدخلة في المجال التشريعي عبر سن دهائر عبر توجيه البرلمان بخطب ملكية عبر أن الخطب الملكية التي تفتح بها الدورتين البرلمان لا تناقش هذه العملية تعدنا القرى الوسطى القرآن والديانات السماوية وتناقش والخطب الملكية في المغرب لا تناقش عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالتالي هذا المطلب كان محواري سواء ندخل الشارع باعتبار أن الحركة طالبت بأن من يمارس الصراط من يمارس اختصاصات في البلاد يتحاسب وهذا آلية أساسية في الاعتماد وفي الحكم على نظام وش ديمقراطي ولا غير ديمقراطي هذه العملية غيبة في الدستور باعتبار أن الملك لا زال يهيمن على أغلب المؤسسات وأغلب الصلاحيات ولا زال ذلك فوق المحاسبة وفوق المسألة استمرار رموز الفساد على رأس السلطة ما زال الهم حاكم ما زال المجيدي حاكم ما زال العنيقري ما زال حسن مسليمان مجموعة من الرموز الآن المتورطة سواء في الفساد أو في المال العام أو المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة في سنوات رصاص لا زالت على رأس وهرم الدولة محمد مونير المجيدي هو الكاتب السكرتير الخاص ديال المؤسسة الملكية والمكلف بتدبير الملف الاقتصادي في البلاد والمتحكم في اللوبي الهوليدينغ اللي تتحكم في 60% من الأسهم ديال البورصة ديال الدار بيضاء اللي هي المؤسسة الملكية اللي تتبع عليها شركة هوليدينغ هذا السكرتير الخاص المعروف كذلك باحتكار الإعلام والإشهار والإعلانات التي تتفوت الجرائد وبالتالي عبر هذه الألية يتحكم السكرتير الخاص للمالك والمكلف بالاقتصاد للأسرة الملكية في مجموعة من الصحفة الوطنية المستقلة على الدورة عبر توجيهها عبر تنفق عليها بعدم تمرير الإشهار والإعلانات وكذلك التعبئة المضادة يعني الإقفال مجموعة من الجرائد الوطنية فؤاد عالي الهيمة المكلف الملف السياسي في القصر الملاكي مؤسس حزب الأصلة والمعاصرة هذا الحزب الإداري الذي يعيدنا كذلك لسنوات الرصاص فؤاد عالي الهيمة هو الوزير الحقيقي الوزير الداخلية الحقيقي في عهد محمد السادس لأنه هو المتكلف التدبير الملف المعتقلين الإسلاميين بعد أحداث ضرب بيضاء تم زج بجموعة من المرادلين ومجموعة من المعتقلين الإسلاميين في نطاق خارج القانون وهذا العملية فيها مجموعة من الخروقات ممكن نرجعوا لتقارير منظمات الحقوقية ممكن تفصنف هذه العملية وكذلك المهندس حزب الأصلة والمعاصرة حزب الأصلة والمعاصرة وهذا العملية عجيب تؤسس بعد انتخابة العيد 2007 والآن هو أقوى أقوى قوة برلمانية وعنده أكبر عدد برلمانيين ما عرفتش أش من ديموقراطية في العالم في هذه العملية الجنرال حسلي بن سليمان الجنرال حسلي بن سليمان هو المكلف الجنرال دارك الملكي أحد المتوريتين في سنوات الرصاص وكذلك المسؤول وكذلك المباشر على اغتيال الشاهد مهدي بن بركة وهنا في هذه الصدد وكذلك المتوريتين في حق حسلي بن سليمان إلا أنه لا زال في المغرب يمارس المهم بشكل عادي لا زال لديه مجموعة من الاختصاصات حميد العنيقري أحد المتوريتين كذلك في انتهاكات الجسمة الحقوق الإنسان وكذلك الآن هو جنرال في عهد المبالك محمد السادس لا زال يتحكم في مجموعة من دوالب السلطة في البلاد وكذلك هنا بعد صدد مذكرة من صلات الجمعية المغربية حق إنسان سنة 2000 تتحدث على وجود قرائن تتبيت تورط هذه الاسمين إضافة 43 اسم آخر في سنوات الرصاص وهما الموجودين على السلطة الأمنية المغرب دولة بوليسية واعتمد في قمع إضالاتنا كشباب حركة 20 فبراير أولا على القمع المباشر من خلال الاعتقالات والاستشهادات والاختطافات والاعتقالات خارج نطاق القانون وهنا تنسجلوا تمانية شهداء قدماتهم الحركة حتى الآن الحكم استجل على 18 شخص خمس أشهر إلى ثلاث سنوات سيزنة نفيدة 200 حالات اعتقال تم إطلاق صراح وتهديد جسدي تم إطلاق منذ البداية الحركة 105 حالات اعتقال تم إطلاق صراح في حملة مقاطعة الانتخابات الحالية هذا الرقم صراح بشكل يومي تم إطلاق المعطيات تتحدث على 105 من المرادلين سواء حركة 20 فبراير أو حزاب المقاطعة على الانتخابات تم إطلاق تم إطلاق اعتقال خارج منطق القانون هلانا رزقية تم إطلاق سيارة خارج لا يوجد سرطة قانونية لا يوجد سرطة قانونية لا يوجد سرطة قانونية لأن سيارات الأمن مجموعة من المرادلات والسنطاق خارج القانون سمرار التعذيب وبالتالي هنا هنا تضح جاليا أن الوطي قد السورية تحدث على منع التعذيب لأنه يمنع اعتقال خارج القانون ولكن هذه الممارسات لا زالت قائمة ولا يجب أن نعيشها وبالتالي يستجل على مستوى الحياة اليومية على مستوى حقوق الإنسان حالة سجن الفنان وعد الحقد هذا أحد فناني حركة عسرين فراير وهو الرابور ومناضي الحركة في كازاتي تم اعتقاله نظراً لأنه تعبر على مواقفه وعلى المعاندة الشعب بمجموعة من قطع الموسيقية وبالتالي المخزن تصل إلى الدرجة لأنه أصبح يحتقل حتى الفنانين والمراضلين الذين يبدعون بالشكل المتعلق بالإبداع في الحركة وكذلك الحرب الإعلامية كذلك جزء من القمع الذي يمارس عليه وأنا تحدثت سابقاً على تشويه صورة المراضلين للحركة يعني المجموعة من الملفات الآن تلسقوان المراضلين للحركة نائك على أن شواد و بوليزاريو ومجموعة من اتهامات الإعلام العمومي كذلك لا يغطي الاحتجاجات ممكن ترجعوه وممكن تخرجوا في مسئة الحركة تجدوا الأنف وممكن تشيوه وفي أحسن الحالات وممكن تجدوا أنه لا تحدثت علامية أو خمسين أو عدد زعما هذا شيء يعود إلى القرى الوسطى اتهامات بمناضي للحركة وكذلك البلطاجة وهذه العملية كذلك خطيرة جداً القمع المباشر وكذلك القمع غير مباشر أساساً في تصخير البلطاجة وكذلك أغتيال الشهيد كامل الحسيني في مدينة بوعياش على يد بلطاجي وكذلك تعرضت رفقة سارسو جار في حركة عشرين فبراير وكذلك وكذلك مجموعة من المناظر هنا في الرباط ومجموعة من المناظر سواء المادي أو المعناوي وتسجلنا مجموعة من الحالات في المجموعة من البلطاجية التي تم تصخيرهم للاعتداء على مواضي الحركة ثم ما بعد ما بعد غادي نخليوا الرفاق تحتو عليها نحاول أشكال الهتجاجية التي سنأخذها المستقبل شكراً شكراً